لتشغيلها وحل مشكلتها جذلك خلال اجتماع الحكومة الاسبوعي الذي عقد هذه المرة من موقع المتحف المصري الكبير بمنطقة الاهرامات قال محلب ان عقد الاجتماع في موقع عمل وتنمية يأتي مناسبة لاحتفاء البعيد العمال وكشف عن انه تلقى طلبات من دول عربية لتوفير الالف من فرص العمل للمصريين ووجه وزير التعليم الفني والتدريب بضرورة الاستعداد لتلبية هذه الطلبات ومن الاكاديمية المهنية المعلمين بالسادس من اكتوبر تفقد المهندس بريم محلب مساء اليوم معرض الانشطة المدرسية وسمع محلب لشرح مفصل لعدد بين الطلاب حول الانشطة المدرسية والابتكارات الخاصة بهم مشيدا بالمستوى الذي ظهروا به شارك رئيس الوزراء خلال الجولة دكتور محب الرفعي وزير التربية والتعليم ولواء عدل ابيب وزير التنمية المحلية والدكتور شريف حمد وزير البحث العلمي ودكتور غادة ولي وزيرة التضامن الاجتماعية عندنا نماذج كثيرة جدا من طلاب وتلاميذ هيقدموا بعض الاختراعات والابتكارات الخاصة الانشطة اللي اموا بيها انا بعض النماذج اللي صنعوها الانشطة في نموذج عاملون رائع جدا خاص بقناة السويس الجديدة وكيف نموذج وماكت سوف يتم افتتاحها وإيه المشاعدة السمارية ممكن تتم حواليها في كثير من النماذج والانشطة اللي اموا بيها ويمكن اتمام دولة رئيس الوزراء اليوم بهذا الموضوع وبهذا المهرجان يؤكد ان الحكومة مهتمة بالانشطة في المدارس ونحن عندنا برنامج كامل ان شاء الله باذن الله سوف يكون في الاجازة الصيفية عملنا برنامج كامل وانشطة رياضية مثقافية وفنية سوف تبدأ في الاجازة الصيفية وهندعو فيها كل الطلاب والتلاميذ المشاركة في هذه الانشطة للاهتمام باستثمار وقتهم ان شاء الله في الاجازة اخيرا وصلت التعدلات على قانين انتخابات البالامانية الى محطة مجلس الدولة هذا معلنه اليوم المسشار ابرايم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الهنيدي اوضح ان حزمة التشريعات المرسلة لمجلس الدولة تتضمن مشروع قانون بتعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ومشروع قانون بتعديل قانون تقسيم الدوائر وكاشف الهنيدي ان عدد مقاعد مجلس النواب القادم وفقا لمشروع قانون تقسيم الدوائر بلغ 568 مقاعدا منها 448 مقعدا فرديا و120 مقعدا بالقائمة أفاد مراسل النهار اليوم بيسيناب أن قوة الجيش أحبطت اليوم محطة أو محاولة عناصر تنظيم بيت المقدس تفجير سيارة مفخخة كان يقودوها انتحاري وحوال الاصطدام بها بحاجز عتكري بمنطقة سادوت وأضافت المصادر أضافت المصادر أن قوات الجيش رصدت الانتحارية أثناء التحرك بالسيارة في اتجاه الحاجز إلى أن القوات أطلقت الرصاص على السيارة مما تسبب في انفجارها كما نجحت قوات الأمن في ضبط 17 من عناصر تكفرية في حملة مدهمات جنوب الشيخ زويد أكد لواء مصطفى يوسري محافظ أسوان أن تحرير سيناء سيبقى علامة بارزة وحدثا خالدا في ذاكرة الوطن ووجدانه ومنبعا تنهل منه الأجيال أسمى معاني تضحية والكفاح كما ناو سيبقى دائما تكسيدا حيا للولاء والانتماء لمصر وشعبها العظيم جد لك خلال حفلة الذي نظمته القوات المسلحة بأسوان بمناسبة مرور 33 عاما على تحرير سيناء بحضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين ومشاركة قيادات وعواقل وأبناء القبائل العربية والأسوانية عدت حركة قطارات متر أنفاق الخط الثالث لطبيعتها وتم تشغيل الخط بكامل طاقة من محطة العتبة حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة مرورا بمحطة العباسية وقال الرئيس وهيئة متر الأنفاق علي الفضالي إنه تم إصلاح كبلات الضغط العالي والتحكم والإشارات بالإضافة لرفع آثار حادث محطة العباسية الذي تسبب في توقف الحركة بالخط الثالث لثلاثة أيام أعلن الدكتور خالد فامي وزير البيئة أنه تم الانتهاء من انتشال صندل الفوسفات الغارق بقنى بواسطة المعادات الحديثة وونش عملاق من القاهرة وضف أنه تم أيضا انتشال حمولة الخمسمائة طن المتواجدة على الصندل مؤكدا في الوقت نفسه أنه لا علاقة بين هذا الحادث وحالات التسمم التي رصدها في أو رصدت في الشرقية مؤخرا كما أكد فامي عدم وجود حالة تلوث واحدة لمياه الشرب بمحافظة قنى موقع الحادث خاصة أن أقرب محطة مياه للشرب القرب من حادث الصندل تبعد عنه مسافة 12 كيلو مترا إلى البارز اقتصاديا لهذا اليوم دعا رجيد سينج رئيس لجنة الأسواق الواعدة والناشئة بالمنظمة الدولية الأسواق المال العالمية دعا الحكومة المصرية لاستفادة من سوق المال في تمويل المشروعات القومية الكبرى جذلك خلال مؤتمر تسريع النمو بالأسواق الناشئة الذي تنظمه هيئة الرقابة المالية المصرية على هامش استضافتها لاجتماعات سنوية للجنة الأسواق الناشئة بالأيسكو مثلا عايز تختب استثمارات تدفق أسواق مال عايز تستفيد من تجارب الدول الأخرى دي عضويتنا في الأيسكو يمكن مصر الأول مرة انتخبت عضو مجلس إدارة في الأيسكو بمثلة في هيئة الرقابة المالية فإحنا على أعلى مستوى بنحرص على التواصل معاهم ومن هذا التواصل بنقش النهاردة تنشيط سوق السندات طب ليه سوق السندات مهم لنا والعالم الناشئ كله لأنه تمويل المشروعات الكبرى اللي بنتكلم عليها السندات مصدر مهم بنتكلم على أسواق حاجة اسمها الأسواق الأجلة دي بتهمنا وإحنا لما نفقر في أسواق صلعية لأمحة أو غيره فالمناقشات دي قلنا طيب نجيب الخبراء للعملين في الحقل المالي في مصر يناقشوا الحاجات دي اختتمت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع جمعي وسط عمليات شراء من قبل المستثمين العرب في حين مالت تعاملات المصريين والأجانب نحو البيع واستعد رأس المال للأسواق الأسهم المقايدة بالبرصة نحو أربعة مليارات وستمائة وتسعين مليون جنيه من خسائره السابقة وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي اي جي اكس ثلاثين بنسبة واحد وتسعة من عشر بالمئة بينما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس السبعين بنسبة واحد واثنين من عشر بالمئة في حين ارتفع مؤشر اي جي اكس مئة الاوسع نطاقا بنسبة واحد وثلاثة من عشر بالمئة قالت وزيرة التعاون الدولي نجلاء الاهواني ان الوزارة ستنفذ مشروعات تنموية في مجال الكهرباء بالتعاون مع كوريا الجنوبية بقيمة اجمالية تقدر بنحو مئة وسبعة عشر مليون دولار وكشفت الاهواني ان المشروع الاول هو تطوير نظام توزيع الكهرباء في شمال القاهرة والذي يتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية منه بقيمة اثنين فاصل ستة مليون دولار اضفت ان المشروع الثاني يتضمن تطوير نظم الاشارات من ناجح حمادي الى الاقصر وتبلغ قيمته مئة وخمسة عشر مليون دولار وقعت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة سبع مذاكرات تفاهم مع خمسة شركات لتاحة الاراضي اللازمة لاقامة نشوعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح باجمالية ثلاثمائة وعشرين ميجاوات قال محمد السبكي رئيس الهيئة ان المذكرة الموقعة ستمكن الشركات من بدء اجراءات القياسات ودراسات لازمة لاقامة مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح باستثمارات تصل الى نحو سبعمائة وخمسين مليون دولار ارتفع عدد السائحين الوافدين الى مصر بنسبة اربع فاصل اربعة من عشر في المئة خلال العام الماضي حيث بلغ عدد السياح تسعة فاصل تسعة من عشر مليون سائح مقابل تسعة فاصل خمسة من عشر مليون في الفين وثلاثة عشر وافق بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء فان اوروبا الشرقية سجلت اكثر المناطق ايفادا للسائحين للملف اليمني رحب الدكتور نبيل العرب الامين العام لجماعة الدول العربية بتعيين اسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوثا خاصا للامين العام المتحدة الى اليمن وعرب الامين العام عن استعداد جماعة الدول للتعاون والتنصيق مع المبعوث الجديد في عملية الانتقال السياسي باليمن وفقا للموادرات الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن الدولي ذاتي الصلة ميدانيا وصلت طائرات التحالف غرتي على صنعاء وعدة مدن يمنية وقاسفت طائرات التحالف بشكل عنيف اليوم عدة مناطق من محافظة عدن ودارت اشتباكات عنيفة بحي خور مكسر في المحافظة الجنوبية وهو الحي الذي يعتبر المانع الرئيسي مما تقدم الحوثيين قالت ايران ان احتجزت ناقلة امريكية قرب مديق هرمز لان الشركة التي تستأجرها مدينة لشركة ايرانية محلية وقال وزير خارجية الايراني محمد جواد ضريف ان السفينة تجهلت تحذيرات البحرية الايرانية ومن ثم احتجزت في احدى الموانئ الجنوبية وزعم المسؤول الايراني ان احتجاز السفينة لا دخل له بموضوع اليمن وتسيطر اجواء من التوتر على منطقة الخليج العربي بسبب هذا الحادث واتعمت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون البحرية الايرانية بمهاجمة سفينة الشحنة التي ترفع علم جزر مارشال في اجواء او اجراء وصفته بانه غير ملائم باجبرها على دخول في عمق المياه الاخليمية الايرانية اطلقت الشرطة الامريكية قنابل الغاز ورذاذ الفلفل الحارق على متظهرين خرقوا حضرة تجوال الذي فرد في مدينة بلتمور بولاية مارلاند بعد ليلة شهدت اعمال الشغب ونهب وحرائق متعمدة وانتشر الالاف من رجال الشرطة وجنود الحرس الوطني في بلتمور لفرد حضرة تجوال ومنع وقوع المزيد من اعمال العنف وتصاعدة الاحداث في المدينة بعد تشريع الشاب اسود توفية في مستشفى في التاسع عشر من ابريل بعد اسبوع من تعرضه لاصابته اثناء احتجاز الشرطة له تجاوز عدد قتلى زلزال نيبالة المدمر خمسة الاف شخص وتضرر نحو عشرة ملايين شخص في وقت تعمل فيه فرق الانقاذ ليلة نهار على ازالة ما ضمره زلزال وتحاول جاهدة العثورة على ضحايا تحت الانقاذ المزيد في سياق التقرير التالي عرفوا بصلابتهم فاختبر القدر قوتهم وهزى الارض من تحت ارجلهم فاقبرهم هم شعب نيبال ضحايا اسوأ زلزال يضرب البلاد منذ ثمانين عاما قوته سبعة فاصل تسعة بمقياس رختر قوة تعادل عشرين قمبلة ذرية زلزال ومئة هزة ارتدادية على مدار يومين والنتيجة اكثر من خمسة الاف قتيل واضعفهم مصابون والاعداد تتزايد الشعب الذي يعيش تحت تصدع زلزالي نشط تبحث عنهم الآن فتجدهم في احدى الاماكن الثلاثة تحت انقاذ المباني التي لم تتحمل الزلزال وتوابعه واما في المستشفيات واما في تلك المخيمات الفقيرة الوضع حقا كارثي في نيبال ثمانية ملايين متضرر اي ربع سكان البلاد وتسع وثلاثون منطقة دمرت وباتت حطاما فرق الانقاذ تجد صعوبة في الوصول الى الاماكن المنكوبة بعدما اغلقت الانقاذ شوارع البلاد الضعيفة عمال الانقاذ انفسهم خائفون من انهيار المباني المتصدعة عليهم اثناء عمليات البحث المستشفيات تشتكي وتقول انه لا مجال لاستعاب المزيد من الجثث والمصابين حتى وصل الحال لعلاج المصابين في الشوارع وسط نقص حاد في الادوية المخيمات او قل مقبرة الاحياء التي فر اليها النجون من الزلزال وجه فيها النباليون اشباح المرض والجوع والخوف والبرد في العراء وسطه طول الامطار الكهرباء مقطوعة نقص في مياه الشرب والغذاء خسائر تتعدى خمسة مليارات دولار اي عشرين بالمائة من الناتج المحلي لدولة فقيرة تعيش تدهورا سياسيا واقتصاديا ومشكلات في البنية التحتية ما زادت طينا بل الخسائر لحقت بسبعة مباني اثارية مصنفة في قائمة التراث العالمي لليونيسكو من بينها المركز الثقافي وبنايات للعائلة الملكية وهي الان ركام الاضرار لم تقف عند نيبال فقط بل وصلت الهند وبنجلدش وباكستان وقمة ايفرست التي قتل عليها اكثر من ثمانين شخصا في طفان الانهيارات الثلجية اثر الهزات الارتدادية العالم الان يوجه طاقته وماله للشعب النبالي اوروبا نكست اعلامها الصين والهند وباكستان وامريكا وفرنسا جميعهم هبوا بمساعدات وان صعب وصولها بعد تدمير مطار العاصمة كتمندو شير مجدي انهار اليوم هذه النشرة تزال مستبرة وفيها بعد قليل التسع من مايو موعد النطق بالحكم على مبارك ونجلي في قضية القصور الرئاسية الى التسع من مايو المقبل حجزت بحكم مدينة القاهرة قضية القصور الرئاسية للنطق بالحكم فيها القضية المتهم فيها رئيس الاسبق حسني مبارك ونجله كانت اخر جلساتها اليوم قبل النطق بالحكم في الموعد المحدد كانت محكمة النقد قضت في يناير الماضي بقبول الطعن على الاحكام الصادرة بالسجن ضد مبارك ونجلي في هذه القضية بتهمة الاستلاء على اموال الدولة وتسهيل الاستلاء على اكثر من مئة وخمسة وعشرين مليون جنيه من مخصصات مراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية قضيا ايضا قضت جنات القاهرة بمعقبة 63 متهما بالسجن المشدد من سنة الى سبع سنوات لتامين بارتكاب اعمال شغب في جامعة الازهر في ديسمبر عام 2013 كما قضت المحكمة ببراءة 13 اخرين في نفس القضية من بينهم مصور صحفي ومن بين المتهمين 14 طالبة بجامعة الازهر واثنان هاربتان ومن بينهم ثماني فتيات مخلى سبيلهن وجل مهندس بريمحة برئيس مجلس الوزراء باجراء حصر للمصانع المتوقفة واعداد خطة السيسي في اسبانيا يوقع مذكرات تفاهم ويبحث التعاون المشترك محلب يفتتح اليوم ميناء قصط البري بين مصر والسودان مجلس الدولة يتسلم تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية لمراجعتها أسعد الله صباحكم مشاهدين وأهلا بكم إلى موجز الآخر وأهم الأنباء حيث يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي توقيع عدة مذكرات للتفاهم بين مصر وإسبانيا في مجالات الطاقة والنقل وحماية الآثار كان الرئيس قد وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريدة في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات مع رئيس وزراء إسبانيا ماريانو راخوي كما يلبي دعوة ملك إسبانيا إلى مأدوبة غداء كما يلتقي الرئيس عدد من رجال الأعمال المصريين والإسبان لبحث صبول زيادة الاستثمارات المتبادلة زيارة الرئيس لإسبانيا جاءت بعد زيارته لقبرص حيث أدانت مصر واليونان وقبرص الأعمال الإرهابية ودعوا جميع الدول إلى مواجهة هذا الخطر بشكل نشط وفعال وتعزيز التعاون في الشؤون الأمنية لمراجعة لمواجهة الجماعات المتطرفة وكشف من يدعمها سياسيا وماليا وقررت الدول الثلاث في بيان أصدرته باسم إعلاني قوسيا قررت المضي قدما على وجه السرعة في استناف مفاوضاتها بشأن ترسيم الحدود البحرية التي لم يتم تعيينها حتى الآن يفتتح المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم ميناء قصة للبرية على الحدود المصرية السودانية بتكلفة 85 مليون جنيه بعد انتهاء فترة التشغيل التجربية ويشارك في الافتتاح رئيس الوزراء السوداني ووزير الجسور والطرق وعدد من الوزراء من الجانبين المصرية والسودانية رفعت الكراكات العاملة في قناة السويس الجديدة 156 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه بنسبة 64% من المستهدف رفعه كان الفريق مهاب مميش قد اجتمع مع الفريق أسامة الجندي نائب رئيس الهيئة الجديدة لدراسة مشروع قناة السويس الجديدة وما تم إنجازه من أعمال تكريك واستعدادات لافتتاح المقرارة خلال شهر أغسطس المقبل قدم وزير العدالة الانتقالية تعديلات القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية إلى مجلس الدولة والتي تشمل قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشاة الحقوق السياسية من جانبها نفت اللجنة العليا للانتخابات صحة ما نصب إليها من تعليق أو نقد لأداء وزارة العدالة الانتقالية ومجلس الوزراء في شأن التعديلات التشريعية على القوانين الانتخابية تستكمل محكمة جنيات القاهرة اليوم فض أحراز قضية التخبر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وعشر آخرون من أعضاء جماعة الأخوان كانت النيابة قد أسندت للمتهمين تهم الحصول على وثائق ومستندات من الجهات السيادية للبلاد المتعلقة بأمن الدولة وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها لقصد الإضراري بالبلاد ختاما نذكر بأبرز العنوان السيسي في إسبانيا يوقع مذكرات تفاهم ويبحث التعاون المشترك محلب يفتتح اليوم ميناء قصط للبري بين مصر والسودان مجلس الدولة يتسلم تعديلات قوانين الانتخابات البرلمانية لمرلعتها وإلى المزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني النهار live.net كما يمكنكم التواصل أيضا عبر موقع التواصل الاجتماعية المختلفة فيسبوك تويتر يوتيوب انستجرام وغيرها نهاية الموقع شكرا لكم وإلى اللقاء